تمام يعني احنا اليوم نتحدث بفقرة طبية صحيح كافي صحيح ونحن نعرف قديش القطاع الطبي خلال الفترة الماضية قدم العديد من قصص النجاحات وقصص البطولات في أطباء قاعدوا بالأسابيع ما روحوا على بيوتهم حتى يساعدوا الناس الموجودين ولكن اليوم تحديدا رح نتحدث عن قسم التخدير في مستشفى الجامعة الأردنية رح يكون معنا الدكتور محمود المصطفى أخصائي التخدير والعناية الحثيثة في مستشفى الجامعة الأردنية وأيضا كان بداوم زي ما بحكوها بوحدة الكورونا بفترة جائحة كورونا وما نزل نحن بهذه الفترة ونحن نتعودين إعلاميا نحكي بفترة جائحة كورونا خلال المرة أو الفترة الماضية صباح الخير دكتور أهلا وسهلا فيك صباح الخير كاتي صباح الخير إبراهيم صباح الخير لكل العاملين من التلفزيون الأردنية أهلا وسهلا دكتور يعطيكم ألف عافية يعني دائما مجهلكم تحية دائما نشكركم على جهودكم يمكن خلال فترة كورونا شهدتوا يعني حالة من الضغط العالي جدا دكتور إحنا بالبداية حابين نتحدث بداية عن عيادة ما قبل التخدير في المستشفى الجامعة الأردنية نتحدث عن هذه العيادة من ثم ننتقل لباقي المحاور إن شاء الله عيادة ما قبل التخدير هي عيادة استحدثت في مستشفى الجامعة الأردنية في شهر 12-2020 أهمية هذه العيادة أنه إحنا نقوم بتقييم مرضى المبرمجين للعمليات في عيادة ما قبل التخدير قبل الدخول فأهميتها أيضا أنه إحنا منختصر عدد أيام دخول المرضى للمستشفى سابقا كان أن المرضى يأتيوا على المستشفى يدخلوا يتم تقييمهم من قبل كافة الاختصاصات إذا احتاجوا لذلك وبعد ذلك يذهبوا إلى العمليات وكانت تستقرقها أحيانا من يوم أو يومين أو ثلاثة أيام الآن في عيادة ما قبل التخدير يتم استقبال المرضى بالعيادة بالعيادات الخارجية بدون دخول وإذا استدعي الأمر إلى تحويل المرضى إلى أي عيادات أخرى للاستشارة مثل عيادة القلب وعيادة التنفسية أو عمل الفحوصات اللازمة مثل الفحوصات الإيكو على سبيل المثال يتم تحويل هؤلاء المرضى وبيأخذوا المسار السريع المريض بروح على عيادة التنفسية وبيرجع بنفس اليوم لعيادة التخدير بنهاية اليوم نسبة كبيرة من هؤلاء المرضى بيأخذوا الموافقة على إجراء العملية تحت التخدير ونوع التخدير بيكون أيضا يتحدد لهؤلاء المرضى فأهميتها هي اختصار فترة دخول المرضى بالإضافة إلى تقليل نسبة إلغاء العمليات لأنه في السابق أيضا كان هناك نسبة عالية نوعا ما من إلغاء العمليات لأنه المريض بيجي تان يوم بنزل على العمليات بيكون ضغطه مرتفع أو بحاجة إلى استشارة أخرى وبالتالي قللنا من نسبة إلغاء العمليات ومن نسبة دخول المرضى للمستشفى دكتور كيف تتم التعامل مع حالات الكورونا المبرمجة أو الطارئة اللي بصلا دخلت للتخدير أو بدها مثلا صار تخدير أكيد هناك حالات كثير واجهتنا أنه المريض بيجي يعمل عملية المريض كان عنده كورونا أو ما زال الآن في عنده كورونا الآن المرضى ممكن نقسمه لقسمين اللي هو المرضى الحالات الطارئة واللي ما فيه مفر منها لازم نعملها والمرضى اللي بيكونوا للحالات المبرمجة الآن الحالات الطارئة المستشفى الجامعة بتعامل ببروتوكول معين وواضح للجميع خصص غرفة عمليات موجودة لمرضى كورونا بيجي المريض من غرفة العزل مباشرة إلى غرفة العمليات دون أن يختلط بأي مريض آخر بيكون فريق متخصص من الجراحين ومن أطباء التخدير والتمريض بيقوموا بإجراء هذه العملية في نهاية العملية بعد ما يستفيق المريض من التخدير يتم مراقبة المريض أيضا داخل غرفة العمليات ما بيرو على غرفة الإفاقة بحيث نمنع أيضا اختلاط المريض بالمرضى الآخرين وبعد ذلك من غرفة العمليات يعود إلى غرفة العزل اللي موجود فيها هذه بالنسبة للحالات الطارئة مثل مثلا على سبيل المثال لما بيكون فيه عندنا التهاب زائد دودية أو القيصرية ما من يقدر نقوله أنه إحنا بدنا نأجلها لحد ما أنه المريض يشفى من الكورونا هذه بالنسبة للحالات الطارئة أما بالنسبة للحالات المبرمجة يعني فيه خطوط واضحة بالنسبة للتعامل مع هؤلاء المرضى من جمعية أطباء التخدير الأمريكي والأوروبي واللي احنا أيضا منتبعها بمستشفى الجامعة الأردنية والتوصيات أن المرضى إذا المريض ما كان عنده أعراض أو أعراض خفيفة جدا ولم تستدعي دخوله إلى المستشفى أن ينتظر بعد نتيجة الفحص مدة شهر كامل يعني بده يستدنى شهر بعدها بروح بعمل لأن العمل هي غير طارئة أوكي الآن إذا اضطر المريض ودخل إلى المستشفى لكنه لم يحتاج إلى وحدة عناية مركزة ينتظر ستة أسابيع من بعد نتيجة الفحص الإيجابي هل هناك أعراض جانبية ما بعد إذا كان معك كورونا وتعرضت لعمليات ولا هي فقط بروتوكول متبع عالميا؟ هو بروتوكول لكن المريض الذي دخل إلى المستشفى أو دخل إلى وحدة العناية المركزة لا شك بأن هناك تأثيرات على الجسم وهذه التأثيرات قد تستمر لعدة أسابيع عشان هيك حتى المرضى اللي بدخل إلى وحدة العناية المركزة التوصية أنه عشر أسابيع من ثماني إلى عشر أسابيع لكن نقطة مهمة كمان أنه أحيانا في عمليات مستعجلة وليس طارئة طبعا مثل مرضى السرطانات أو صحيح فبهذه الحالة ممكن نأخذها بعين الاعتبار أنه نقلل المدينة دكتور يعني بالحديث عن هذا الموضوع هناك دقة عالية عند التعامل مع المريض ومن هنا حابين نتحدث أكثر عن تدريب الأطباء وأطباء التخدير على التعامل مع مثل هذه الحالات وأيضا يعني معرفة كافة التفاصيل التي يعاني منها المريض حتى البروتوكول المتبع معه نمشي معه صح زي ما بيحكوه يعني كان فيه دور لأطباء التخدير في علاج مرضى الكورونا نعم والدور كان بالتشاركية مع الأقسام الأخرى في قسم الباطني اللي إلهم الشكر الجزيل نعم وقسم الجراحة العامة أيضا كان إلهم أيضا دور في علاج مرضى الكورونا فالبروتوكولات كانت موضوعة من المستشفى الجامعة هو بروتوكول يتبع كل الأطباء بالبداية طبعا لازم نحمي كوادرنا فالوقاية والحماية لكل الكوادر كانت كل الأساليب متخذة من أجل أن نخفف نسبة الإصابة في الأطباء والحمد لله يعني إحنا داومنا في كورونا وما نصبنا يعني وهذا نعم من رب العالمين السبب أنه إحنا كنا نأخذ الحماية وكنا نأخذ الوقاية الكاملة في التعامل مع مرضى كورونا بمعنى تطرقنا لهذا الموضوع تحديدا كيف تم التعامل مع الجائحة منذ بدايتها لليوم ونحن عم نشوف هناك الزيادة بعدد الحالات وهناك توقعات بأن تقفز يعني إحنا ما شايفين اليوم سبع تلاف ونص بقول لك ممكن يكون هناك ارتفاع تمانية وتسعة وعشر تلاف حالة إذ لم يكن هناك التزام وسرعة في الحفاظ على إحناك طبعا هاي كمواطني نعم ما فيها أي شخصتان يتدخل فيها إلا أنت من خلال الحفاظ على نفسك حدثنا عن هذا الموضوع حدثنا عن قصص شفنا أو شفت فيها من خلال تواجدك بالعناية الحثيثة أو بهذه الأقسام كم كان هناك ناس كثير يتألموا ووصلوا ثم الموت زي ما بيحكوا ردوا رجع منه أكيد أكيد يعني مستشفى الجامعة مثل ما فيه عندنا خلية الأزمات فيه عندنا خلية كورونا داخل مستشفى الجامعة بقيادة عطوفة المدير العام في مستشفى الجامعة تجتمع بشكل مستمر ودائم لمتابعة التطورات ونسب الفحوصات الإيجابية في الأردن أو في مستشفى الجامعة فإحنا فيه اجتماع تقريبا دائم أو شبه يومي لمتابعة التطورات وتحديثات معاملة العيادات الخارجية أو العمليات أو الإجراءات التي تتم داخل مستشفى الجامعة فزي ما جزء سمعته خلال اليومين الماضيات تم إغلاق العيادات الخارجية في مستشفى الجامعة نظرا لزيادة نسبة الفحوصات الإيجابية وزيادة عدد الحالات في الأردن الآن لا شك أن التعامل مع مرضى للكورونا بالبروتوكولات المتبعة كان ممتاز في مستشفى الجامعة وكنا نشوف عن قرب المرضى ومعاناتهم في مستشفى الجامعة وكيف أنهم يتمنون ما أنهم ينصابوا قبل هذا لو انتزموا لو انتزموا وبالضبط كثير كانت تتواجهنا حالات كنا نشوف كيف المريض يحاول أنه يرضيك أول شيء يريدون يروح لأنه من كثرة المعاناة ومن كثرة الضغط النفسي أنه أنا أريد أن ألتزم أريد كذا بس بعد إيش نحن لا نستطيع أن نطلعك الآن أنت بحاجة لعلاج والحمد لله رب العالمين كانت النتائج كويسة في كثير من المرضى روحوا على البيت في وحدة العناية المركزة في كثير من المرضى من يحطوا على جهاز التنفس إن شاء الله عن جهاز التنفس وروحوا وهذه نعمة من رب العالمين أن المريض يوصل هذه المرحلة ويخرج منها بسلام يعني دكتور من الحديث عن كورونا بالذات والوضع الحالي وحالة الندم اللي ممكن يعيشها المريض بعد الإصابة ونتيجة عدم التزام أو أحياناً بيكون التزام ولكن نصيب كونه وباء بالحديث عن هذا الموضوع حابين نخصص وقت لمطعم كورونا نصيحتك لكل الأشخاص اللي بتابعنا الآن بخصوص هذا المطعم هناك تساؤلات عديدة عن هذا المطعم أكيد صحيح الآن إحنا في الأردن عشرات الآلاف أخذوا المطعم وبالعالم الملايين من الناس أخذوا المطعم وبحب أحكي للناس أنه ما في مخاطر من هذا المطعم يعني الحمد لله أنا من الناس اللي أخذت هذا المطعم في مضاعفات بسيطة جداً زي أي مطعم آخر أنا عجبني اليوم شو حكيت لي لما قلت لك أنه في يعني أنا والدي أخذه ومسلاً صار في هذا المضاعف حكيت لي هذا الدلالة على أنه اتفاعل مع الجسم وهذا شيء جيد أكيد هذا شيء إيجابي أنه إنت لما بكون عندك بصير عندك شوية سخونة أو شوية تعب هذا معناته أنه الجسم قاعد بتفاعل مع المطعم هذا شيء جيد لما بدنا نأخذ شيء إيجابي نعم شيء إيجابي وهو غير مضر يعني محتمل وبالتالي إحنا من من تلفزيون الأردن منوجه رسالة لكل المواطنين شو مكننا؟ رجاءاً رجاءاً خذوا المطعم والإشي الثاني رجاءاً أن نلتزم بالتباعد ولبس الكمامة وغسل الإيدين وهذه هي التوصيات من كل العالم وشو مكان النوع؟ يعني شو مكان النوع نتاخذ؟ ليس مثلاً في نوع أحسن من نوع أن هذا لليوم حتى الأنواع كلها جيدة أكيد لا شك كل المطاعم اللي موجودة حالياً في العالم مش بس بالأردن إحنا بجود الأردن تعاملنا مع فايزر وتعاملنا مع المطاعم الصيني كلاهما ممتاز بالمستقبل رح يجي مطاعم أخرى أيضاً في كل العالم أثبتت إنها إليها تأثيرات إن شاء الله تكون إليها إيجابية على المجتمع الأردن نعم دكتور بالحديث عن المطاعم أيضاً للأشخاص اللي بيعانوا من أمراض مزمنة يعني سواء كان أمراض مناعية أمراض هناك أشخاص بيقولك أنا بأخذ كورتيزون أنا بأخذ أمراض أدوية معينة بخافي تعارض حابين نطمن الناس من حماية هذا الموضوع والمطاعم ما بتعارض مع الأدوية أكيد الآن المرضى اللي عندهم أمراض مزمنة على العكس هم الفئة المستهدفة ولازم هم اللي يأخذوا المطاعم لأنه لا سمح الله إذا تعرضوا للفيروس وصار عندهم كورونا الآثار بتكون أسوأ من المرضى السليمين فنصيحتي لكل المرضى اللي عندهم أمراض مزمنة أنهم يتجهوا لأخذ المطاعم خاصة كبار السن يعني نأمل أنه نسمع أنه وصلنا الملايين إن شاء الله إن شاء الله إن خوفوا عدم أخذ المطاعم نعم 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 دكتور يعني إحنا نشوف في كثير بلدان مش قادر تجيب لأهل بلدها هذه المطاعم ونشوف قديش هناك تهافت من هذه الشعوب إنه ليش مجيبين لنا إحنا عم بتكون تواجد لهذا المطاعم وما بيكون هذا الإقبال قديش مهم دكتور إذا تم أخذ المطاعم أو التطعيم لشريحة كبيرة من الناس قديش رح ترجع حياتنا بشكل طبيعي رح تقل عدد الوفيات رح اقتصادنا ينتعش والعديد من التبعات لا شك هي مشكلة المطاعم مشكلة عالمية ليست في الأردن فقط لها ومبارح وزير الإعلام صرح بهذا الموضوع وحكي أنه فيه تهافت على اللقاحات في كل مكان عالميا وبالتالي مين اللي بدوا قدر يجيب أكثر من المطاعم نحن في الأردن توفرت مجموعة من المطاعم كما صرح وزير الصحة مع الدكتور نذير عبادات أستاذنا أكيد أنه بالأيام القادمة سيكون عدد المطاعم المتوفر بالأردن أكثر الآن نحن بدنا إقبال الناس إن شاء الله يكون أكثر صحيح فكلما تطعم عدد أكبر من الناس كلما عدنا إلى الحياة الطبيعية بشكل أسرع إن شاء الله كلما تطمن الناس بأنه ما فيه آثار ومضاعفات حتى الآن دكتور للتأكيد هل فيه أشخاص أخذوا المطعوم وصابهم بأي أعراض إضافية أو لا سمح الله وفاء أو غيره أعراض أعراض ممكن نقسمها لأعراض بسيطة وأعراض خطيرة الأعراض البسيطة ممكن تصير عند أي واحد ولكن إحنا ما رصدنا أي أعراض خطيرة صارت مع أي مريض في مركز قطعي في مستشفى الجامعة نعم وبالتالي إحنا منشجع ونقول للناس خذوا المطاعم يعني ممكن نتركبك شوية بردية ارتفاع حرارة وهذا إشي إيجابي وهذا إشي إيجابي زي ما حكى الدكتور بدنا نشكرك دكتور ونشكر تواجدك معنا وتحية لكل العاملين في مستشفى الجامعة الأردنية وأكيد كل العاملين بجميع مستشفياتنا بالقطعين الحكومي والخاص شكرا جزيلا شكرا جزيلا